قبل ما نخش طبعا في تفاصيل حلقتنا خلينا اتكلم عن نادينا النادي الاهلي العظيم اللي طبعا بيستعد بشكل كبير جدا جدا لمباراة بكرة ان شاء الله في بداية مشوار جديد مشوار كلنا كجمهير النادي الاهلي بتكلم بلسان جمهير النادي الاهلي الحداشر يا اهلي الحداشر ان شاء الله بإذن الله تنطلق غدا أمام فريق على مستوى عالي فريق الهلال السوداني وعايز اقول لي طبعا لعبة النادي الاهلي والجهاز الفني للنادي الاهلي اكيد انتوا على دراية قدي المباراة صعبة خلانا اتكلم بكل امانة دايما وانا حتى كنت متواجد في صفوف النادي الاهلي اي مباراة حتى في صفوف منتخب مصر المباراة في السودان بتكون مباراة صعبة كمان توقيت المباراة السالسة ظهرا اعتقد كمان توقيت صعب لكن النادي الاهلي كمان عنده زي ما قال المسلماني عنده لعيبة خلاص محترفة لعيبة عندها خبرات كبيرة جدا جدا خارجين من بطولة عالمية بالبرونزية ولكن سريعا ما يغلق النادي الأهلي صفحات البطولات ويستمر في حصد المزيد منها طبعا ده بحضراتكم الاستعداد ده تدريب من لقطات النهاردة النهاردة النادي الأهلي بيستعد بشكل أكتر من رائع أكيد على المستوى البدني على المستوى الفني من خلال بعض المحاضرات المسلماني على مستوى كمان المعنوية خلي بالحضراتكم كمان مهم جدا جدا الاستعداد لهذه المباراة من ناحية المعنوية ما فيش شك فيه فرحة كبيرة بالبرونزية لكن كمان كل الاستعدادات ان احنا كمان نروح ان شاء الله كاس العالم للأندية العام القادم بالحصول على يعني المفضلة لنا مفضلة الجماهير النادي الأهلي طبعا الكاس الأفريقي